حمل عدد من المسؤولين والخبراء من أتعمان مسؤولية غرق وسط البلد عزين ذلك لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتهيئة وتجهيز العبارات استعداداً للمنخفض الجوي كاميرا رؤية بدورها جالت في العبارة الممتدة من ثقف السيل وحتى منطقة المحطة هنا وفي هذا المكان توجهت صابع الاتهام بأنه وراء غرق وسط البلد لكن عدسة الكاميرا تقول غير ذلك حيث أن المكان متسع وكبير يستطيع أن يستوعب كميات مضاعفة من المياه الغزيرة التي شهدتها منطقة وسط البلد قبل أيام أدت إلى غرق محال تجارية رؤية التي رافقت كوادر أمانة عمان قامت بتصوير العبارة حصرياً رصدت عدستها جاهزية هذا السيل المسقوف واتساعه لتتوجه أصابع الاتهام هذه المرة للمصارف المغلقة والتي حالت دون تصريف المياه المتدفقة من الجبال المحيطة بمنطقة وسط البلد وأدت إلى غرق المنطقة هذا المكان الذي كان نهراً يتدفق وعلى ضفتيه يعتاش أهل المدينة الناشئة وقتئذ صدر قرار في عام 1953 بتحويله إلى شارع لمواكبة تطور واتساع العاصمة وتلبية لاحتياجاتها التجارية لتكون منطقة استثمارية تحولت بعد أكثر من خمسين عاماً إلى مكان موبوء ومرتعاً للقوارض والحشرات وتجمعاً لمياه الصرف الصحي لتصبح الروائح الكريهة المنبعثة منها همّاً يومياً لمرتادي منطقة وسط البلد وللعاملين فيها